طب سؤال مهم جد فرضا الجدول دخلناه من الشركة حلو وجدول مثالي ورائع وكل الرائع ارتضى بيه جينا في النص هكلمه بصراحة وانت تعيش معانا برضو عارف مشاكل جينا قلتلك انا مثلا النادي بلع في بطولة افريقيا قلتلك لأ انا محتاج بقى ايه اربع خمس ايام زيادة عشان خاطر انا بلعب مباراة لمصلحة كرة القدم المصرية جي الكابتو حسان حسن مثلا بصفته الموديل الفاني المنتخل مصر انا محتاج اربع خمس ايام اكتر واجلولي اسبوع عشان خاطر انا عايز استعد اكتر لمباراة مهمة لو اتأجل اي جولة او اتأجلت اي مباراة في النظام الجديد ده ايه اللي ممكن يحصل طيب طيب ترجع وراء شوية يوم انت قبل ما بتعمل مبادئ بتعمل ايه بتعمل كالندر صح الاجندة بتاعت الموسم طب لما بتعمل اجندة الموسم انت بتقعد مع مين بتقعد مع مدارب المنتخب او بتكلم ادارة المنتخبات ابعتمنا المقترحات بتاعتكم الاول ايه بتقعد مع القنوات النقلة بتقعد مع الجهاز التسويقية صح مفهوم فانت قريدي تقعد مع الاندية الفنيين في الاندية الجهاز الفني المدرب بتاع النادي خلينا نقول بتاخد رأيه وده مش غلط على فكرة طبعا انا النهاردة كربطة انا مسؤول عن ايه تنظيم وادارة مسابقات الربطة صحيح دعم الاندية بما لا يؤثر على مسابقاتي ايه يعني دعم الاندية المشاركة خارجيا حل بما لا يؤثر على مسابقاتي حل فانت النهاردة من اول فانا مفروض اتفادة ده حل طيب رجعنا بقى لنقطة بتاعتك مم الجدول يسمح ولا ما يسمحش خلينا ننتفق على ان الحاجة الوحيدة الصح يعني دايما كنا نقولها الكتب السماوية اي حاجة تانية هي فيها صح وغلط طبعا طبعا فانت النهاردة بقادي الحدود احتراما لازم تحترم المسابقة الاول و بقادي الحدود ترى تغير طيب بس خلي بالك بقى في السيستم بقى نرجع لقصة السيستم آه على سبيل المثال انا بقول اننا نادي الاهلي خلينا ناخد مثال النادي الاهلي ماذا قبل بطولة آه 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 كساما آه 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 خلي بالك النادي الاهلي مثلا انت عندك مطش يوم 29 فيوم 25 آه حيكون عندك مطش في الدوري آه 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 طيب بس النادي الاهلي يجي يقولك طب بس الثلاث يام دو القليلين طب انا هحاول أساعدك بطريقة تانية ازاي ان انا في بداية الموسم لما هقول للسيستم هقوله ان النادي الاهلي قبل المطش ده يلعب مع فريق من كاتيجري سي على ملعبك علشان ما تروحش وتيجي يبقى انا كده اكني وفرت عليك يوم راحة لا سواني ده انت انت قلت حاجة عظيمة جدا اه انت قلت لي كاتيجري سي يعني يعني العب مع فريق سهل نسبيا في الدور سهل نسبيا حسبيا برضو طبعا طبعا ما ممكن يبقى جامل جدا ممكن يطلع حسن الاسود بس سهل يعني نظريا كده ده فريق جاي من الدولة الدرجة التانية مثلا وهيبقى على ملعبك المطش وعلى ملعبك بدل ما تروح مثلا استاد برد العرب او هتروح الجونة او كده هايل هتبقى المطش على ملعبك هايل انا كده وفرت علي النادي الاهلي ايه تقريبا 12 ساعة صح ولا غلط وساعتها انت كمان لو عايزت تلعب ببودلاء بقى مبارسة لنسبان فممكن تريح بعض الاساسيين صح ولا غلط طيب ده انا بقوله للسستم اه طب ده كان في الجولة العشرة مثلا على سبيل المساعد الجولة الحداشر السستم مطلع ان الاهلي هيلعب بيرمتس او الجولة التاسعة مثلا جيت انا شفت الجولة شلت الجولة العشرة جيه مثلا زي ما انت قلت كده كابتر حسام قال الغوا الجولة العشرة ديه بالضبط عشان عندي بعد كده تجمع وفا عايز ااخد اللعيبة وفا عايزش عارفين فانا اللي هيحصل بنائيا عليه هشفت الجولة العشرة اللي انا كنت حاطت للنادي الاهلي مطش سهلي نسبيا قبل بطولة الفيفا انتر كونتين انتر مثلا فالجولة التاسعة هي اللي هتيجي مكانها جولة التاسعة دي مين الاهلي و بيرمتس فانت النهاردة حطيت بدل ما الاهلي يلاعب فريق كاتيجري سي لاعب بيرمتس وممكن ما بلاش بيرمتس هنقول المصري فانت عملت ايه في النادي الاهلي بهدلت الدني صح ولا غلط طبعا عشان كده ديت هي دي هي ميزة السيستم ان انت بتتعامل باحترافية قوي معاه وعيوبه لو انت حاولت ان انت تتدخل تعبس معاه ممكن تيبقى فيها مشكلة طب لقيت ان هي هي ان كان حظك حلو ان المطشين هيكونوا على ملعب الاهلي والمطشين من كاتيجري سي ممكن تحصل ساعدة بس مش المفروض انك تحطها اوبشن خلاص احنا اتفقنا من الاول احنا لاجعنا لدوت لو فيه كوة قاهرة لو فيه حاجة خارجة عن الاراضة بجد تمام لكن انا عايز اريح شوية سواء بقى اهلي او زمالك او بيرامنز او مصر او اي فريق شارك فافراك شكرا بياتي